يعني قد يتعجب بعض الناس بما يحدث في غزة ويظن أن أهل غزة انهزموا أو أن اليهود انتصروا في هذه المعركة فيقول أين بعض الله عز وجل وكان حقا علينا نص المؤمنين العلماء قالوا النص له صور خمسة الصورة الأولى النص الكامل حتى يكون الحكم الإسلام والدولة للإسلام والجولة للإسلام كما نصر الله عز وجل داود وسليمان ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما جمع لهذين النبيين الكريمين بين النبوة وبين الملك وكما نصر الله عز وجل النبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فما فرق الدنيا حتى دانت جزيرة العرب بالإسلام وفتح الصحابة يعني من بعده البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى استنار أكثر معروف من الأرض بدعوة الإسلام فهذا النوع الأول من النص هو النص الكامل النوع الثاني من النص هو أن يهلك الله عز وجل الكافرين وأن ينجي المؤمنين كما نصر نوحا وكما نصر هودا وكما نصر صالحا وكما نصر لوطا وكما نصر شعيبا أهلك الله عز وجل الكافرين وأنجى المرسلين ومن معهم من المؤمنين فقال نوحا إني مغلوب فانتصر قال عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فدعوة من نوح عليه السلام تحركت لها الأرض وتحركت لها السماء وأغرق الله عز وجل الكافرين وأنجى نوحا ومن معهم من المؤمنين وهكذا أيضا نصر هودا ونصر صالحا بأنواع من العذاب التي سلطت على الكافرين فأهلكم مرة بالزلزلة ومرة بالريح وغير ذلك فنقول لهذا النوع الثاني ما نصر النوع الثالث من النصر أن لا يجعل الله عز وجل الكافرين على المؤمنين سبيلا يعني لا يمكن أن يسلم الله عز وجل المؤمنين للكافرين حتى يخضوا عليهم قضاء نهائيا بل لا بد أن تبقى بقية كلها العقبة لأن العقبة للمتقين ولأن الحرب بين الباطل والإسلام سجال ينتصر هؤلاء مرة وينتصر هؤلاء مرة ولكن المعركة النهائية لا بد أن تكون للمؤمنين ولذلك قال الله عز وجل بعد غزوة أحد قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين يعني لا يمكن أن تكون غزوة أحد وهزيمة الصحابة بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون هي نهاية المطاف بل هي جولة يعني عرضها للطمحيص وإختيار الشهداء وتربية وغير ذلك ولكن لا بد أن تكون الجولة النهائية للمؤمنين فحماية المؤمنين والله عز وجل قال نبيه والله يعاصم كمين الناس في غزوة يعني وحد نزل جبريل وميكايل يدافعان عن شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي السيرة النبوية أحداث كثيرة يعني في إجلاء بني النظير لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النظير يستعينهم يعني للعهد الذي بينه بين المسلمين في أداء دية الختيلين الذين ختلوهم عمر بن مؤية الضمري قالوا نعم يا محمد نجيبك إلى ما سألتنا وخلى بعضهم ببعض وخلى انتجر الرجل على هذه الحال فأيكم يصعد إلى دار بني فلان فيلقي عليه صخرة عظيمة فيريحنا منه يعني مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج سريعا وتجهز وحاصر بين النظير حتى أجلاهم عن مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأيضا في غزوة بين المصطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام تحت شجرة ويعلق سيفه على هذه الشجرة فأتى عربي جلف فأخذ السيف ورفعه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني فأظن أن هذه فرصة يقتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي أوسق الناس بنصر الله بوعد الله عز وجل والله يعصمك من الناس فارتجف الرجل وسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه وقال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا ينتقم لنفسه كذلك في فتح قيبر لما أهدت أمرأة السلام لمشكم اليهودية شاة مسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أي جزء من الشاه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيلها الزراع فأكثرت فيه من السم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الزراع يخبرني أنه مسموم فهذا نوع من النصر أن الله عز وجل يحمي المؤمنين من الكافرين بعد غزوة أحد أرسل أنه سلي عينا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب فذكروا لحيل من هذين من هذين يقال لهم بنوا لحيان فتبعون بماء ترام فلجوا إلى فدفد وكان مرتفع فحاصروهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم أحدا فقال عاصم ابن ثابت أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر وكان عاصم قد عهد الله عز وجل ألا يمس مشركا وليمسه مشرك فقاتلهم حتى قتل عاصم في سبع من أصحابه وراد قريش أن تأخذ جزءا من بدنه إلى أنه قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فأرسل الله عز وجل سحابه يعني من الدبر يعني ضللت جثمانه فلم يستطيع أن يصلوا إليه لأنه عاهد الله لا يمس مشتكا ولا يمسه مشرك فإن قال قال لماذا لم يمنعه من قتله فالجواب لما أراده الله عز وجل له من الشهادة والسعادة والله عز وجل يحب أن يرى أولياءهم يبذلون أنفسهم لله عز وجل فهذا النصر الثالث النصر الرابع وهو نصر العقيدة أن يثبت المؤمنون حتى يستشهدوا فهذا ما ينصر الله عز وجل به يعني أهل غزة اليوم أهل فلسطين عوما أنهم يثبتون حتى الشهادة لم يفروا ولم يستسلموا فهذا أيضا نوع من النصر لأن يثبت على عقيدته وعلى إيمانه وعلى بذله حتى ينال درجة الشهادة النوع الخامس من النصر والأخير وهو نصر الحجة والبيان كما نصر الله عز وجل أهل سنة وجماعة فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذرهم حتى يأتي أمر اللههم كذلك الإمام أحمد لما حاول الخليفة إجبار الناس على القول بخلق الرؤان ثبت الإمام أحمد ومن معه فهذا نوع من النصر فهذه أنواع النصر الخامسة